لأول مرة أجرى الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي عملية جراحية بالمنظار وتأتي هذه العملية بعد تزويده بمعدات طال انتظارها عملية المنظار هذه دامت تقريبا من 20 دقيقة ونصف ساعة هي عملية روتينية وعملية المنظار عملية جيدة لأنها توفر عملية من غير فتحة ما نفتحوش الركبة ونعمل عملية للركبة هذه عملية للركبة ونعمل عملية للكتف وعملية للكحل عملية استعملت خلالها أحدث وسليب الجراحة وأقلها خطورة على المريض مكنت من إزالة غذروف مسبب للألام والله هي عملية منظار هي عملية روتينية في الجراحة العظام ولكن هي أول مرة تعمل في المتلوي بحكم أنه كانت فيه نقايص للمعدات الطبية في المستشفى الجراحة المتلوي وكان محروم مدة طويلة فإجرينا على أن يكون فيه أندوسكوب أرتوسكوب أو معدات المنظار وتحصلنا عليه الحمد لله الرحيم بعد عانا طويل لأن كانت تجهيزات المساعدة على إجراء العملية إضافة جديدة للمستشفى فإن العاملين فيه يأملون أن يتدعم أكثر ببعض الآلات الحيوية الأخرى وأطباء الاختصاص وتبقى النقائص للماتريال رغم أنها تحسنت ما ننكروش أنها تحسنت لكن رغم هذاك ثم مثلا سكانير غير موجود بحيث الحالة تتهز من الرجانس خاصة منطقة معنطها مناجم وما يتعرض فيها كثرة الزكسيدون تعتبر العملية إنجازا طبيا رغم النقائص إذ تفتح باب العلاج أمام من يعانون من آلام العظام والمفاصل والعمود الفقاري وتجنبهم التنقل إلى مناطق أخرى لتلقي العلاج اشتركوا في القناة